دي هتحدد بشكل كبير أو بنهائي يعني أننا ربنا يسهل إن شاء الله نكسب يبقى احنا كده أطمع أننا بإذن الله يعني كلام حضرتك يا كابتن فاتحي بيصبح في أنه بالرغم من أن المريخ متزايل الترتيب بنقطة وحيدة فأربع جوالات إلا أنه لا نفسها ممكن تكون قوية جدا وقد تحدث مفاجآت ومش ده المريخ اللي احنا كسبناه هنا ثلاثة لا حتلاقوا شكل تاني حتلاقوا روح تانية حتلاقوا أداء تانية على أرض وسط جمهور من الستة اللعيبة اللي هم بتوع المنتخب اللي وصلوهم إنك يكسبوا جانب أفريقيا وما كسبوش فرقة صغيرة يعني إنهم يكسبوا جانب أفريقيا وبهدفين فدي أكيد اللعيبة دي معنواتها عالية جدا وإمكانياتها وإعدادها عالي جدا فدي حكون لهم دوافع دي الدوافع بتاعتهم الدوافع عندنا بقى البطولة أن أنت بتلعب على بطولة بتلعب على ترتيب في المجموعة بتلعب على إنك تفوز بتلعب أنت الصراع أو المباراة الفيصلية بين مصر والسودان مباراة كرة قدم هي مباراة في كرة القدم لكن الناس بتحبها كده هتروح هناك في السودان هتلاقي جمهور من السودان يا كابتن هاني وانت كنت بتلعب بيشجعوا الناد لأهلي لأن فيه جمهور هناك بيشجعوا الهلال لأنهم مبطعوا الهلال لأنهم أيوا لما مبطعوا الهلال هناك هتلاقي جمهور هناك بيشجعك إذا أن أنت مش بتلعب في منطقة بعيدة بقول أنا مش بيهتها بأسوان بالرغم عن لسه عدد الجماهير لسه يعني ما تمش السماح أعتقد ألف بقوله ألف واحد وأنه هو يخش بس ومن الأرترس اللي هم مبطعهم لكن أنا أشك أنه ممكن حتى لو وافقوا بالألف أنا بقولش الجمهور ده هو اللي هشجع لها أنا بقول جمهور السودان كسودان بشكل عام أنا بحط السودان بحط الخرطوم كأنها جزء تاني زي القاهرة زي اسكندرية زي أسوان زي كده إنها جزء مننا يعني فبقول حلاء جمهور هناك بشجع الناد الأهلي